السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقصب المغرب سوف نقدمكم آخر تحتية النماذج العالمية للرصد الجوية ابتداء من يوم الأربعاء وكذلك سوف ندرج لكم الأيام القريبة المدى والبعيد المدى بإذن الله فأولا أخي أختي داكنت تشاهدوا القناة لأول مرة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلككم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعموا المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا بالنسبة للفترة الصباحية من يوم غد إن شاء الله فيحتمل أن تكون رياح قوية على الأقاليم الجنوبية للمملكة وكذلك السواحل الوسطى بالنسبة للفترة المسائية بإذن الله فيتوقع استمرار هذه الرياح القوية خصوصا على السواحل الجنوبية للمملكة وكذلك السواحل الوسطى كذلك على أسفية والضاربدة والجديدة والمناطق المجاورة ستكون رياح نسبيا قوية مع تقدم بعض الزخات المطرية سوف ندرج لكم المدن المانية بهذه الزخات فأرجو التفضل بمشاهدة فيديو الأخير لكي ترفع المناطق المانية إن شاء الله خميس فستكون أجواء مستقرة إلى قليلة سعوب في معظم مناطق المملكة وسيطرة المرتفة الجو والأزرع للأجواء وستبقى الأجواء مستقرة كذلك اليوم السبت جوج أكتور بإذن الله ستكون أجواء مستقرة بالنسبة اليوم الأحد إن شاء الله فهو توقع تقدم جبهة ممطرة ستؤدي إلى بعض الزخات المطرية الضعيفة أحيانا على المناطق التالية على العرائش والرباط وكذلك سيد اسلمان للميمونة ووزان وكذلك شوشون بإذن الله وإساقن ستكون كذلك بعض الزخات المطرية على الضربة والجديدة والمحمدية والسلاة وكذلك الرباط بالنسبة لفترة مسائية ستكون أجواء مستقرة إلى قليلة سحوب أما بالنسبة ليوم الثلاثة ستكون كذلك مستقرة بدون تغيير كبير مع ابتعاد هذا المنخفض أو المرتفع الجوي بدأ يبتعد إن شاء الله في الأيام القادمة لنرى إذا كان ستدخل منخفضت جوي إن شاء الله في الأيام القادمة فلا تنسوا دعمنا ومبارك الله فيكم على اللقاء